اليوم راح نتكلم مع عن حصول حركة كبيرة مش فقط للبيتكوين ولكن كمان للإيثيريوم فإذا عندك أي شيء من هذه العنوات الرقمية فلازم تشوف هذا الفيديو اليوم كنت مسافر فعشان كذا نزلت الفيديو متأخر شوي طيب مرحبا بكم مرة أخرى اسمي أنصور وقدم لكم فيديوهات عن العنوات الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة سوي سبسكرايب وفاعل الجراص الآن طيب جمع أقول الآن نبدأ هنا على هذا الفريم على فريم الأرباح الساعات ولنقدر نشوفه أنه إحنا الآن لسه قاعدين نواجه مشكلة بأنه إحنا نطلع ونقفل فوق هذا الخط البني في الأعلى ونحصل على ثماسك أو ثبات السعر هنا فوق هذا الخط نقدر نشوف هذه الشمعة الخضراء هنا أقفلت فوق هذا الخط ولكن بعدها حصلنا على هذه الشمعة الحمراء قسمت الشمعة الخضراء هذه هنا في النص نعم صحيح حصلنا على دعم في هذه الشمعة الحمراء من هذا الخط البني ولكن حصلنا على هذا الهبوط داخل هذا الخط البني وحالياً إحنا داخل هذا الخط عند 24500 دولار فنعم يا جماعة هذا المستوى هنا يعتبر لسه مستوى لازم الواحد إيضاء المنتبه عليه طيب الآن خلونا نتكلم عن حركة كبيرة مهمة راح تحصل في البيتكوين قريب لأنه تذكروا يا جماعة تشكلة الوجه المرتفعة اللي تكلمنا عنها مؤخراً هنا شوفوا هنا عدد المرات اللي حاولنا فيها نكسر هذا المستوى الأعلى ولكن إلى الآن ما قدرنا نعمل هذا الشيء فعندما أو لما نكسر هذا المستوى هنا الأعلى فأنا مؤمن أنه راح نحصل على حركة كبيرة هنا للبيتكوين في الاتجاه العلوي حالياً طبعاً هذا الشيء إلى الآن لسه ما حصل ولكن هذا الشيء راح يحصل في خلال اليومين أو الأيام القادمة هذه طبعاً على الفريم اليومي وكمان شوفوا هنا يعني تقدر ترسم هذا المستوى كمان من أعلى ديل الشمعات هنا في الأعلى فتقدر ترسم هذا الخط بهذا الشكل فالآن يعني عندنا نمطين لازم تنتبه عليهم لأنه بصراحة سعر البيتكوين راح يحترم كل هذول المستوين فيعني عندنا هذا المستوى هنا مرسوم من عند ديل الشمعات هنا في الأعلى أو تقدر ترسم هذا المستوى من عند جسم الشمعة نفسه فعندنا لمس هذا المستوى من جسم الشمعات في هذه النقطة وفي هذه النقطة كمان وفي هذه النقطة كمان فأخليكم انتبهين يا جماعة لهذا الشيء لأنه هذا راح نحصل منها على حركة كبيرة هنا للبيتكوين ربما يعني هذه التشكيلة أو هذا الكسر رح يأخذ هنا بعض الأيام ربما رح نحصل على تماسك هنا بهذا الشكل ولكن في نهاية الأمر عجلاً أم أجلاً رح نحصل على كسر من هذه التشكيلة طيب والآن إيش بالنسبة لصفقتي اللي دخلت فيها أمس الصفقة لسه مفتوحة ولسه عندي مستوى وقف الخسارة عند مستوى الدخول نفسه فإذا حصلنا على ضرب وقف الخسارة فما رح نكون خسرانين أي شيء مستوى وقف الخسارة حالياً عند 24950 دولار فعني حالياً الأرباح من هذه الصفقة 10% فقط فما في عندي أي مشكلة رح أستمر في هذه الصفقة وإذا تم ضرب مستوى وقف الخسارة فما عندي مشكلة لأنه ما رح أكون خسراً أي شيء يعني حتى ولو حصلنا على كسر هنا للأعلى من عند هذه التشكيلة وحصلنا على التفاع في البيتكوين فراح أطلع من الصفقة صحيح ما رح أكون كسبت أي شيء ولكن كمان بنفس الوقت ما رح أكون خسرت أي شيء ولكن الاحتمال كمان موجود أنه إحنا نستمر بالحصول على هبوط بهذا الشكل للخط الأسفل هنا وبالذات لأنه تذكروا أنه إحنا الآن لسه تحت هذا الخط البني المهم فهذه هنا جماعة بعض الأشياء اللي لازم الواحد يكون منتبه عليها على المدى القصير فيه كمان عندنا هذه القناة المرتفعة اللي تكلمنا عنها كمان هذه القناة زي ما إحنا عارفين يا جماعة إنها مهمة جداً عندنا خط المقاومة من هذه القناة في الأعلى عند 26 ألف دولار فلازم تكونوا منتبهين على هذا الشيء كمان وجماعة كالعادة إذا عايزين تسجلوا في إحدى منصات التداول وعايزين تحصلوا على بونص فتقدروا تحصلوا على بونص بقيمة 4530 دولار عن طريق التسجيل في منصة البابيت عن طريق هذا الرابط الموجود تحت صدوق الوصف طيب الآن خلونا نتكلم عن الإثيريوم لأنه جماعة هذا هنا يعتبر شيء متر جداً هنا في الإثيريوم حصلنا على ارتفاع أمس بهذا الشكل فيعني بعدما حصلنا على شوي التماسك فوق خط البني هذا هنا عند 1883 دولار حصلنا على هذا الارتفاع الجيد الآن في الإثيريوم فحالياً إحنا الآن داخل هذه التشكلة اللي تعتبر كأنها تشكلة تراية إيجابية فهذه كمان في العادة يا جماعة زي ما إحنا عارفين إنها تعتبر نموذج إيجابي ونموذج استمراري للإيجابية ولكن جماعة شوفوا هنا هذا هو الوقت اللي لازم الواحد يكون منتبه فيه على هذا التشارت وهذا التشارت وردت لكم إياه عدة مرات في السابق وقلت لكم يا جماعة إنه راح يكون في وقت راح يتغلب فيه الإثيريوم على أداء البيتكوين وهنا حالياً قاعدين نشوف هذا الشيء يحصل هذا هنا تشارت الإثيريوم مقابل البيتكوين وهذا هنا على الفريم الأسبوعي فإحنا الآن عند مستوى مهم جداً هنا على هذا التشارت شارت الإثيريوم مقابل البيتكوين فهذا الشيء معناه إنه إذا حصلنا على مقاومة من عند هذا الخط البني على هذا التشارت وحصلنا على رفض بهذا الشكل فمعناته إنه الإثيريوم ما راح يتغلب على أداء البيتكوين ولكن إذا حصلنا على كسر هنا فوق هذا الخط البني اللي يعتبر صعب وحصلنا على تماسك هنا خلونا نشوف هل راح نقدر نحصل على الإقلاع هنا للأعلى ولكن هذا الشيء كمان إحنا حاولنا إنه نعمله في السابق يعني حصلنا هنا على هذا الارتفاع فوق هذا الخط حصلنا على شوية التماسك هنا ولكن سعر الإيثريوم ما قدر أنه يستمر هنا بالتماسك فوق هذا المستوى وحصلنا على الهبوط مرة أخرى وكمان نفس الشيء هنا في السابق هذه الجماعة يرجع إلى تاريخ أو إلى سنة 2018 كان في محاولة هنا لكسر هذا المستوى للأعلى والحصول على حركة مستقرة للإيثريوم فوق هذا الخط ولكن ما قدرنا نعمل هذا الشيء وتقدر تشوف جماعة هنا أن أعلى قمة في هذا التشارت للإيثريوم مقابل البيتكوين في عام 2018 فحاليا نحن يحن يحن نوصل إلى هذه المستوات التاريخية فخلونا نراقب هذا الشيء خلونا نشوف هل راح نقدر أنه نكسر هذا المستوى الخط البني هنا للأعلى على تشارت الإيثريوم مقابل البيتكوين إذا حصلنا على الكسر هنا هو تماسك فوق هذا المستوى فهذا راح يكون شيء جيد جدا هنا للإيثريوم ولكن إلى الآن لأنه لسه ما كسرنا هذا الخط فرح نفترض أنه راح نواجه صعوبة أنه نكسر هذا المستوى للأعلى ونتماسك فوق هذا الخط وهذا فقط بالنظر على التاريخ هنا نقدر نشوف عدد المرات اللي حصلنا فيها على الرفض فرح نستمر بمراقبة هذا الشيء خليك مجهز إذا أنت داخل صفقة في الإيثريوم جمع هذا كان كل شيء عندكم اليوم بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم